لأ قريب كان في حد بيسألني هو أنا ليه دايماً بتصور بالتحية العسكرية أنا ليه دايماً بتصور على المنصة فقلت له جملة مفيدة يعرف الجملة زريفة قلت له أنا صغير أنا تولدت طبعاً أنا طفل أنا مش فاهم فكل أي طفل في الكون كل الأطفال تمن كانوا نفسهم يبقوا زباط كل طفل صغير اللي بدلت العيد بتاعته بدلت زبط فأنا مش مدرك وهم أهلي مش عارفين يقولولي أن أنت مش هينفع تدخل كلية الشرطة فقعدت على الحال ده فترة طويلة لغاية لما أدركت أنه لا أنا ماينفعش هدخل كلية الشرطة بس أنا حاولت أعمل اللي أنا كنت عايز أعمله أنا في كلية الشرطة بس بطريقة تانية أي حاجة في الكون لها أكتر من طريق أنا كان نفسي أشرف بلدي أشرف أهلي أسرتي ومش بس الزباط اللي بيعملوا كده الزباط بيعملوا كده قوات المسلحة بتعمل كده الشرطة بتعمل كده ده كترة بيعملوا كده المهندسين بيعملوا كده الرياضيين بيعملوا كده الإعلاميين بيعملوا كده وعلى فكرة اللي أنت عملت والإنجازات اللي أنت حققتها خليت كل المواطنين بما فيهم رجال الشرطة والجيش وقوات المسلحة يردوا عليك التحية العسكرية نفس التحية أنا حتى لما بفتكر أنا من صغري حتى الصورة جاءت أنا من صغري وأنا دايما بحب اللي بتعملوا القوات المسلحة والشرطة المصرية فأنا نفسي حي العلم فجيت في أول بطولة رسمية أول بطولة رسمية ليا كانت كوريا 2006 كانت بطولة علا عملت فضة فاللي بيعمل فضة الثلاث أعلام لو حررتك طبعا تفرجت على مراسم التتويج العلم بتاع المركز الأول بيبقى شوية متفع بعدين السلام الوطني بيتعزف لصاحب المركز الأول فهعت حزين أنا جدا أنا كان نفسي حي العلم من أول بطولة آه لا أنا زعلان عملت فضة فأصريت أن أنا لأ أنا هتمرن تاني وهعمل أكتر وأكتر عشان خاطر أحي العلم وكان أول حدث كبير كان الدورة أولمبيا بكين 2008 دي آخر بطولة دي آخر بطولة دي كانت هنا في مصر دورة سوري بطولة أفريقيا وكانت خطوة من خطوات التأهل لباريس 20-24 إن شاء الله طيب بداية مشوارك بقى الرياضي الرياضي أنا أولا أنا من أبناء محافظة المينيا من مركز بني مزار من قرية صفت أبو جيرج خليني أقولك إن أنا أخ لست إخوات ماشاء الله والدي أنا أكبر واحد فلك أنت تخيل إنه الإبن الأول الراجل سعيدي عايش في قرية اتولد من العاق فالشعب المصري كله بتحكمه العاطفة فالناس كلها زعلت واللي جرانة يقوله ده أنا هجوزه بنتي ما تزعلش وإحنا هنساعده واللي شير التعاطف يعني فأه هو ده التعاطف فأنا لما بدأت تسمع الكلام ده بس حينه ضبطت عروسة ببادري بادري آه بادري لأ أنا ما عجبنيش الكلام أنا ما عجبنيش الكلام أنا قلت له لأ أنا عايز أعمل حاجة عايز أعمل الرسالة في حياتي تقول إنه لأ هو أي حد يقدر ينتج يقدر يساعد هو مش لازم المعاق حركيا أو بصريا أو أي نوع من أنواع الإعاقات مش لازم إحنا نساعده ولا هو ممكن يساعد الناس صحيح واشتغلت على الفكرة دي حلم والدتي فيها كان إنه هي تشوفني دكتور فعادت أذاكر بقى وعرف واكتهد بقى لغاية لما خلصت السنوية العامة فلأ مجموعي ما جابش كلية طب أنا شاب بقى زي أي شاب فمش هدخل كلية طب فقلت لأ خلاص أنا بص هنا بقى الفكرة اللي هو أنت رايح كده فالطريق اتعرقل فلأ ما قفش ساكت أنا هروح من حتة تانية أنا هزاكر وهكتهد وهبقى دكتور في كلية الأداب اللي أنا دخلتها وبرضو دكتور اللقب طبعا أنا عايز أحقق حلم والدتي ما جبتش برضو تقديرات كويسة في الكلية وبرضو مسكدتش مش ساكت أنا مش عالق ما بعرفش أسكت أنا ما بعرفش أسكت الطريق دايما سالك ده زحمة روح من طريق تاني اتجوزت بالمناسبة بعد كده ولا لسه اتجوزت اه اتجوزت معي ثلاثة اتجوزت معي ثلاثة أولاد ما شاء الله ربنا المالك وأنا في السنوية العامة تحديدا في آخر السنوية العامة حد من قريبي دعاني يقلع برياضة معي طبعا الحاجات البدائية البار كان عبارة عن مصورة مية والطارات الأسمنتية اللي كلنا طبعا كنا بنسمع عنا وإحنا صغيرين روحت في الأول تسرعة أبطال دي طبعا 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 بفضل ربنا بفضل ربنا أنا واحد منهم بفضل ربنا أنا واحد منهم أنا روحت في الأول وحاولت أجرب ومعرفتش قعدت حوالي 10-15 يوم كده فكر وبعدين الناس أروا لي لا تعالوا تاني وجرب تاني أنا كنت عشان أدخل دور حوالي 4-5 حوالي عشان أعرف أتمرن دور اتنين واحد سندي من هنا واحد سندي من هنا واحد عند البار واحد بيديني البار فالفكر هنا أنه أنا عايز سندي من خلال